موسيقى دفعت العراقيل التي تفترض طريق الطلاب من فلسطيني الداخل للقبول في الجامعات الإسرائيلية للتوجه إلى الجامعات خارج البلاد وخصوصاً الأردن ومناطق السلطة الفلسطينية توجه فريق العمل إلى مدينة الناصرة لمقابلة السيد راني عمري مدير مؤسسة بدر للثقافة والتنسيق وتسجيل الطلاب في الجامعات الأردنية الطلاب عندنا توجهت للأردن لعدة أسباب أولاً المستوى العالي الموجود في الأردن طريقة التعليم المناهج الموجودة هناك لغة التعليم طبعاً الأهالي كمان إلى هادور بدها أولادها تكون قريبة عليها محسوش بالغرب الأردن طبعاً قريبة علينا هنا بضمنوا إنه أولادهن والبناتين يرجعوا على البلاد هون ما يضلوش في أوروبا طبعاً في عندك عوامل تاني هي التقاليد العادات اللغة اللي موجودة في الأردن اليوم بتعلموا بالأساس بفضل يتعلموا موضوع الطب الأساس عندنا جامعة العلوم والتكنولوجيا في إربد في النجامعة الأردنية في عمان إن هدولا بالأساس اللي طلابنا بحبوا يروحوا يدرسوا فيها طبعاً وبتمتعوا في صيط عالي وخرجين هاي الجامعات لما بيرجعوا آخر معطيات كانت نسبة النجاح بحدود الـ 95% للـ 96% من الخرجين من هاي الجامعات الأفواج الأولى اللي طلعت على الأردن هي طلعت على أساس منح اللي قدمها جلالة الملك حسين لطلاب عرب الـ 48 فتحها المباب الدراسي هناك بالأردن اللي هي عملياً بيعملوا الطالب من الـ 48 بيعملوا زي الطالب الأردني من ناحية الأقصات التعليمية والشروط الكبول بعد الـ 2002-2003 لحد سنة الـ 2010 كانت كل سنة في إزدياد يعني وصل عدد الطلاب من الـ 48 اللي بدرسوا في الجامعات الأردنية بحدود بين الـ 8000 للـ 10,000 طالب من عرب الـ 48 سنة الـ 2009-2010 بلش شوي يصير فيه تراجع في عدد الطلاب اللي بتروح على الأردن لأسباب متعددة أول شي فتحة الجامعات الفلسطينية اللي هي موجودة مثل الجامعة الأمريكية جامعة النجاح أبو ديس بيت لحم عدة جامعات الخليل اللي صاروا طلابنا يروحوا يدرسواها أسباب تاني اللي صاروا يفضلوا يروحوا على كمان أوروبا صار فيه انفتاح معين عنا صار يبعثوا أكتر الشباب الصبايا يبعثوهم كمان على أوروبا شوي الغلاء كمان ساعد في انخفاض عدد الطلاب اللي بتروح على الأردن أسباب تاني اللي هي أدت لانخفاض الطلاب كان فيه كتير طلاب اللي يدرس المواضيع الطبية المساندة اللي نسميها البرارفوقي صار فيه بالسوق عندنا إشباع منها من الصيدة لي من هاي التخصصات حتى طب الأسنان حتى صار فيه نوع من البطالي الطلاب فصاروا الأغلب يفضل يروحوا على مواضيع يدرسها اللي هي زي موضوع الطب عدد اللي بيقدروا يدخلوا على الأردن بيضلوا بالآخر عدد محدود والناس اللي بتقدر تدفع الأقصاد شوي هناك بسبب كونه هذا التخصص هو أعلى سعر موجود من ناحية الأقصاد فصار يفضل يروحوا على دول اللي هي أرخص مع أنه بفضلوا الأردن إذا نظرنا إلى موضوع الطب بشكل خاص والطلاب الذين يدرسون الطب بشكل خاص في الجماعات خارج البلاد نحن نتكلم عن معادلة رابحة مئة بالمئة من ناحية استثمار الدولة في هذا الطلاب بمعنى أن الدولة تستثمر بهم صفر شاقل وبعد عدد من السنوات عندها أطباء يأتون من جامعات مختلفة جزء منهم من الأردن جزء من المناطق السلطة الفلسطينية وجزء كبير جدا من جامعات موجودة في دور أوروبا لا يرون حاجة في تغيير الوضع لأنه لا يتولفهم أي شيء بالنهاية ما يطلبون من الطلاب هو عبور امتحنات مرة أو مرتين أو ثلاثة وبالنهاية يدخلون إلى سوق العمل وسوق الطب ويتمردون ويتمرسون في المهان الجزء الكبير منهم ينجحون فلماذا سنفكر أنه في يوم الأيام الدولة ستصرف من ميزانياتها على هذا الجزء من الطلاب ترجمة نانسي قنقر